بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين الذي يوافق يوم الخامس والعشرين من يناير وبهذه المناسبة التاريخية أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في آداء الواجب الوطنية